السلام عليكم اهلا بكم حبيبا النهاردة في فيديو جديد النهاردة هنتعلم مع بعض فكرة جديدة للسكارفة بتاعنا النهاردة او الكوفية زي ما انت عايزة تسميها او تشتغليها هتشتغليها مثلا بخيط صيفي زي اليزا اه كوتون جولد او اليزا بلس دي اليزا بلس فايه فبيتمط شوية معي تمام فده حيبقى حلو وبرضو مناسب مفيش مشاكل اه وصيفي لحبة تستخدمي نفس الغرزة هي مليانة بتستخدمي خيط صوف او خيط قطنفة للشتاء ففي الناحيتين في صيف او شتاء في الفصلين احنا بنتستخدم الغرزة سهلة وبسيطة جدا تمام احنا بنتعلم النهاردة اه غرزة الصدفة بطريقة معينة اه بطريقة جديدة شوية فحنتعلم مع بعض احنا انا اشتغلتها بخيط اليزا بلس بس الخيط اه عشان اغريكوا الفرق بين الخيط ده والخيط ده الخيط اليزا اهو الشلة الوحدة عملت حوالي 40 سنتي بحوالي عرض مثلا نقدر نقول اقل من 10 سنتي تمام انا عايز زود بزود فأقول لكم الشلة الوحدة بتعمل الحجم ده تمام الشلة الوحدة في الخيط الصوف خليد على جنبي شوية الخيط الصوف اهي عملت 35 سنتي الشلة الوحدة عملت 35 سنتي انت في خيط الصوف تمام والعرض طبعا 10 سنتي العرض اه اعرض شوية من العرض ايه من 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 التانية استخدمت في ليزا الخيط رفية فاستخدمت الابرقم 3 اهي كان مناسب وما فيش فراغات كبيرة زي ما انتو شايفين اهو بالابرة دي تمام انا عايز اعملها باربعة كمام ممكن اعملها علشان هو بصو مش دق مش واسع قوي لو كان صيفي هيبقى ممكن بخيط بالابرة اكبر شوي تمام دي ايه الغرزة انا في الغرزة دي والخيط دوت غاملت الابرة بتاعته الخيط الصوف انا عملته بابرة رقم خمسة خمسة ونص اهي واضح دي بخمسة ونص وحاجرب له احمل لكم مع الغرزة بتاعت النهاردة دي برقم كمان تمانية عشان همريكم ممكن تشتغلوا بيا وممكن توسع قد ايه دي رقم تمانية هشتغلكوا بها الخيط الخيط بصوا الخيط تخين شايفين فانا عملت رقم خمسة طلع بالشكل ده حشان قريب كمان الابرة رقم تمانية لما اشتغل بها الغرزة بتاعت دي الوقت تمام تابعوا معايا الفيديو النهاردة ان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا معايا وتابعوا معايا كل جديد نستش مع بعض الليكة جميل بتاعكم اي تعليق انا مستعد اجاوب عليه يلا بين مع بعض نتابعوا الفيديو النهاردة هنبدأ مع بعض مبضعفات العدد تمانية تمام بنا اخد الخيط بنلفه واحدة كمان ونشد الخيط من تحت عد تحت ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عسرة حد واشر تلات واشر تلات واشر اربعة واشر خمسة واشر ستة واشر هحمل انا ستة واشر بس تمام اه مضعفات عد تمانية زائد اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة تمام انا عملت اربعة غرص هنا وبعد كمان اربعة غرص تاني واحد اتنين تلاتة وفي الربعة دي بدخل واعمل عمود اتنين عمود تلات عمود شايفين الخيط شايفين الخيط لأ ابدا يعني ماشي معايا تمام ما فيش اي مشاكل ادي اه غرص السلسلة وادخل في نفس المكان واعمل تلات عمود تاني دي واحد بس هي كبيرة على الايه على الخيط يعني هو مش بتاحته بس انا تفهمكم ان انت ممكن تستخدميها عادي ايوة ايوة كبيرة شوية على الخيط بس عادي ممكن نستعمل لو الخيط معنا تخين وعايزين اني يفرد معنا شوية ممكن نستخدم لو الابرد بس عادي تلاتة انا بجيب الخيط معايا هنا وبعد واحد اثنين تلاتة وفي الرابعة بعمل عمود برف تمام باخد الخيط وبعد واحد اثنين تلاتة وفي الرابعة بعمل الغرصة بتحتي واحد اثنين تلاتة خرصة سلسلة وادخل اعمل تلاتة واحد دوير تلاتة وبعدين باخد الخيط وعد واحد اثنين تلاتة وفي الرابعة هنا اخر حاجة عمود بلف تمام انا ببدأ بالعمود وبنتهي ايه بالعمود ببدأ بعمود هنا وبنتهي هنا بعمود بطلع واحد اثنين تلاتة بلف للشوق هيدا وبجيب اخد الخيط وبدخل في نفس المكان هنا وبعمل عمود في الفراغ اللي بين التلاتات اثنين تلاتة وباخد سلسلة وفي نفس المكان بعمل الغرزة ممكن تعمل بها بلوز على فكرة ممكن تعمل بها مفرش طراب مستطيل مستطيل طويل رانر كده زي رانر يبقى وني جي هنا على العمود بص عمود ستة هون نيجي على العمود دوت وبناخد وناخده من وراء كده تمام وبنشتغل فيه عمود عمود ايه اه بالشكل ناخد ناخد ندخل في الفراغ ونعمل تلاتة ثلاثة اتنين ثلاثة اخد سلسلة وبغى نفس المكان اعمل التلاتة بتوع ثلاثة اهي ايه الشكل اهو باجي في الاخر عشان نعمل الخط المستقيم بتاعي باجي هنا باخد في الغرزة باجي غرزة العمود بجد عضيها باجي باخد الغرزة اللي جنبيها واعمل العمود بتاعي تمام بطلع ثلاثة واحد اتنين ثلاثة وبجري في الشغل بجري في الشغل كده وباخد نفس المكان بعمل التلاتة بتوع يش باريكم بس ايه ثلاثة بتوع نعملهم نعمل غرزة سلسلة وهنا تلاتين هباريكم يجي لله العمود بنجيبه من وراء تاني الجزء دا وط باجي هنا قابل العمود بتاعي بتبص من وراء كده فباخد الابرة وبعمل بالشكل ده كده باخد الخيط على الابرة تاني باخد الخيط معي وبدخل على العمود كده من وراء بخلي العمود على القبلة وارح جايب الخيط واطلع به واشتغل به العمود بتاعي من وراء تمام وارجع اعمل الغرزة بتاعتي بالشكل دي اين ثلاثة غرزة سلسلة وتلاتة دي لما يكون معاك الخيط تخيم شوية بيبقى عندك امكانية ان انت تشتغل بي وتطلع بي وبيديك شغل سريع ومش متعد تمام انا باخد الغرزة اللي هي جنب العمود اهي بعمل بيها العمود بتاعي كده اضغر شغل وكده اوسي شغل اهو شايفين جمال الغرزة وسهولتها انا عملت ببصر ازاي مع اني بأعلمكم واحدة واحدة بس عملت تلات ادوار بس سريعة جدا انا ممكن ازود المضاعفات زي ما انا عايزة ممكن كمان اعمل بيه شال هيبقى حلو جدا وحيبقى بسيط طبعا بالسرعة بتاعتي بس ايه العمود البريد الامامي وهو اسمه البريد الامامي البريد الامامي استعجل شوية بس مش مشكلة حلوة تمام اه اه زي ما انا وردتكم بالشكل ده اهو الغرزة بتحتي سهلة جدا بسيطة وصريعة جدا ممكن تعملي بيها شال في الشتاء معملك تلات ينبق كتير قوي طول هكوني عاملة شال كبير يعني شال صغير شال كبير فان شاء الله مع بعض نستمتع الحارفة الجميلة والهواية الجميلة اللي احنا بنعملها زي ما انتوا شايفين انا في يوم واحد ما شاء الله يعني خلصت دوت وده الدهر الدهر بتاع هو زي ما شايف بصوا بصوا جمال الغرزة والله حلوة جدا بصوا تتلبس وشه وضهر دي جمالها وهي بصوا البريد بتاع في الاليزا دي الاليزابلس بصوا جماله وفيه كمان مطة حلوة قوي تمام كمان الصوف بتاعي بصوا دي الظهر بتاع الصوف اهو وده كمان شايفين ان شاء الله يكون الفيديو النهار ده عجبكو بصوا الاليزا ديفا الاليزا تمام هي الشكل حلو قوي وشكلها جميل جدا عجبني جدا وغريف وبتنفع جدا هتبقى حلو قوي في الشت الصيف بصوا خفيف وطري شوف دي كمان ان شاء الله يكون الفيديو النهار ده عجبكو الى لقاء ان شاء الله في تلك اخرى مش مع بعض الاشتركش معنا يشترك ويشرفني ان شاء الله انا بقى سعيدة جدا والمشترك معي يريتي فعل الجرس واللايك الجميل عشان يوصل لكل الناس اللي بنحبها انا بحبه جدا في الله السلام عليكم وحتلالك اشتركوا اشتركوا في القناة